بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ازايك يا بنات عاملين ايه اتمنى يا رب كونوا دايما بخير النهاردة ان شاء الله زي ما انتوا شايفين كده حبيبي هنعمل احلى والاز واطعم كابوريا سهلة وبسطة جدا وهتعجبكو باذن الله طريقتنا طريقة سهلة وبسطة جدا ومعادير بسيطة جدا 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 ما هنجيبش حاجة من برا غير الكابوريا بتاعتنا شايفين يا بنات منظرها حاجة كده روعة 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 وزي الفل شايفينها بسم الله ما شاء الله ازاي هنسلوها وازاي هنتخلص من الزفارة بتاعتها وازاي هنتخلص من الرمد بتاعتها تعالوا معنا مع بعض كده نشوف احنا هنخسلها كويس جدا ونتخلص من الزفارة ومن الرمد ونشوف مقادرنا ازاي ونشوف هنعمل الكابوريا الروعة دي ازاي يلا بينا ندخل على الفيديو الكابوريا بتاعتنا هيا يا بنات زي ما انتوا شايفين كده انا نقعها في مية وخل ولمون غسلتها كويس جدا واشتلت الغطا بتاعها اللي في الظهر دا اللي انتوا شايفينه دا انا شايفينه وعشان دا بيبقى في قلبه رمل وبيبقى في الزفارة في الكيس الكيس الرمل كده بقوا ما شيله وشلت الغطا وغسلتها كويس جدا جدا شايفينها بسم الله ما شاء الله هي صغيرة مش كبيرة اوي بس ما شاء الله تقيلة فقلبها لحمة يعني ممكن تجيبها كبيرة وتلاقاها فضية بس دي ما شاء الله عجبتنك من ناس صغيرة وتقيلة يعني ايه ملانة ما قدرنا بسطة وسهل خالص معانا طرنشاط بصل ومعانا تومة فروم ملح فلفل اصمر مستيكا حبهان بهارات السبعة ومعانا بهارات السمك ومعانا الكبيرية بتاعتنا بعد ما غسلتها ونقعتها خمس ست مرات في المية عشان تتخلص من الرمل اللي فيها وارجعت صفتها وبقت معايا زي الفلو معانا طماطم وطرنشاط فلفل هننزل كده في الحل بتاعتنا بحوالي معلقتين زيت وهننزل بالكبوريا بتاعتنا سهلة جدا يا بنات ما هتاخدش منك وقت خالص زي ما انتو شايفين نزلنا بالزيت وقعدنا نشوح نشوح بقى كده حوالي دقيقة كده في الزيت وبعد كده يا حبايب قلبي لقدنا المقطع ده اللي اتحزف منه غصبا عني هننزل بالبصل والطماطم والمستيكا والحبهان والورق اللورة وكل المقادير بتاعتنا هننزل على طول زي ما انتو شايفين كده وبعد كده حبا ان انتو تسويها على البخار زي ما هي كده وتروح مغطيها ومهدية النار وسايبها حبا ان انتو تحط مية عادي حطلها نربع كباية مية او نصف كباية مية زي ما انا عملت كده وغطى عليها وازبيها كده مع نفسها بقى وقى وهتلاقيها زي العسل وكده حبايب قلبي زي ما قلتلكم اخدت مننا حوالي عشر دقايه بعد ما غلت الضيط النار وسبتها تستوى كويس جدا جدا اسهل حاجة ممكن تعملها لأولادك سهلة وبسطة جدا جدا وفي نفس الوقت جميلة وطعمها لزيز اهم حاجة في الكابورية ان احنا نتخلص من الغطأ اللي ورا داي بنات لان بيبقى فيه رمل وبيبقى فيه زفارة وبعد كده تاكل وانت مطمنة ان انت تخلصت من الزفارة بتاعتها وزي ما انتو شايفينها زي الفل معنا وحاجة كده تفتح النفس بسم الله ما شاء الله سهلة وبسطة جدا يارب تعجبكو شايفينها يا بنات جرباها بالطريقة دي وان شاء الله هتنال اعجابكو شايفينها حاجة عسل 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 يارب الفيديو بتاعنا النهاردة يعجبكو ما تنسناش بقى في اللايك وشيرو لأول مرة تدخلوا القناة اعملوا اشتراك لوصفاته اكلاته المصمر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة